أسماء الله الحسنى الوهاب الوهاب جل جلاله قال ابن قيم الجوزية وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه مدى الأزمان أهل السماوات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان وقد ورد اسم الله الوهاب في القرآن ثلاث مرات هذا الاسم ثابت بالقرآن ثابت بصحيح السنة ورد اسم الله الوهاب في القرآن ثلاث مرات أشهرها في آل عمران في آية كلنا يسمعها كثيرا وجلنا يحفظها ألا وهي قول الله عز وجل في صورة آل عمران ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كذلك ثبت هذا الاسم في صورة صاد في قول ربنا أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب كذا ثبت هذا أيضا في صورة صاد في دعوة النبي الملك سليمان ابن داود عليهم السلام قال سليمان وقد سجل القرآن دعاءه في صورة صاد قال قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب سليمان عليه السلام دعا ربه بدعوة عجيبة قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب إذن اسم الله الوهاب ثابت في القرآن ثابت في صحيح السنة ورد في القرآن ثلاث مرات مرتين في صورة صاد ومرة في صورة آل عمران وفي السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة يقول في ركوعه وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح والحديث صحيح وسيأتي تخريجه بعد إن شاء الله عز وجل الله هو الوهاب ما معنى الوهاب؟ الوهاب من الهبة والهبة هي العطية تفضلا من غير استحقاق ولا مكافأة ولا انتظار عوض من أحد الهبة عطية يعطيها الواهب لمن يحب من غير مكافأة ولا استحقاق ولا انتظار عوض من الموهوب له بل هي محض فضل عطية خالية من الأعراض ومن الأغراض فإذا كثر عطاء المعطي وإذا كثرت هبات الواهب سمي وهاب يعني كثير العطاية والهبات وهاب صيغة مبالغة على وزن فعال والله هو الوهاب والله عز وجل يهب بالأسباب ويهب بلا أسباب ويهب بعكس الأسباب الله يعطي بالأسباب أنت خرجت للدنيا من أبوين رجل تزوج من امرأة فجاء بك من نكاح من غير سفاح والحمد لله أسباب رجل تزوج امرأة فأنت خرجت للدنيا بأسباب بسبب زواج رجل من امرأة ونار إبراهيم التي خلقها الله للحر والحرق أمرها الله فتحولت بردا وسلاما هذا بعكس الأسباب أن تتحول النار المحرقة النار شديدة الحر إلى برد إلى سلام هذا بعكس الأسباب وربنا يعطي بلا أسباب فآدم عليه السلام بلا والد ولا والدة وعيسى عليه السلام بلا والد وإنما خرج الدنيا من والدة هذا بعكس الأسباب قال ربنا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال له كن فيكون فربنا على كل شيء قدير إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون يعطي بالأسباب ويعطي بلا أسباب ويعطي بعكس الأسباب جل جلاله الوهاب هو الله عز وجل